انت شكلك عامل حدود بينك وبين الشخص هيدا. وشكلك بتعامل في الشخص هيدا. ايه احتمال انك انت يعني عامل مجهود في العمل واحتمال انت بحاسس نفسك انك انت خلص لازم ترفع الحدود وتوقف عطاق. لان شخص تشافك انك انت عنيد وهون تقطع برد انت بتعاند او بتدفع لبرا يعني اه انت يمكن شاف انه هو اه فرحان ودخل علاقة اخرى لبعض منكم يمكن انت شاف في زواج لهيك انت بتك اه اتزقه عنك لبرا. اه انت شافه يمكن انت شافه انا شافك انك انت شافه مبسوط لهيك انت ماخد موقف مع نفسك. انت شافه مبسوط ومرح وفرح وبيحتفل يمكن بحتفل في العمل بحتفل في علاقة اخرى مع شخص اخر او انت شافه ان ده صداقات كتير على الانترنت وعنده شغل على الانترنت كتير وعنده معجبيني كتير حواليه. اه انا شافك انك انت ماخد موقف. يعني انت ماخد موقف عنيف. لانه هو شافك انك انت شخص اه عنيد نوعا ما. فانت شافه يمكن انت عندك شوية اه غيز انه هو مبسوط مسلا. وفرحان. او بيزهر لك هدا الشخص هدا الشي. انه هو فرحان ومبسوط وفيه حوالي ناس تتيري ممكن انت حسنوع من الغيرة. او هدا الشخص. وقررت انك انت تحط حد بينك وبينه لا يعرف نسلا طيمته اطلقنا درس. طيب ندلت الشخص هدا الان جدا 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 ومشوش جدا جدا. واصلا هو مش عارف منه انه يبلش عمله او شغله. والشخص هدا عفكرة بيفكر فيه جدا جدا وبرقبك هذا الشخص. كان حس انه هون فيه حسرة اه في قلبك. انه هو بفرقبك. بحبك جدا جدا. وانت الامية تبعته. وهو متلخبت في شخصيتك. شايفك كل يوم شخصية كل يوم اندفاعي كل يوم اه بتظهر له في شكل تاني. او في عمل تاني. وهو حاسس ان مشاعره فاضت يعني فاقده بالنسبة اه اه اتجاهك عفظا. وبطل يتوصل معك هذا الشخص. بطل يتوصل معك. فانت يمكن انت اللي ما اخذ الموقف فيه برج العضراء وانت بتدفع في هذا الشخص عنك. وانت رفعت لحدود والاسوار بينك وبينها. وكانا قلت له انت بترفع عن الصور انا بكمل الصور كلية. يعني مسلا تركك هذا الشخص فانت كملت له يعني تركت انت كمان. يعني انت عدت. وطلعت بره حياتك. او انا حاسك انك انت ماخد موقف لنفسك. اه متصلب الرأي. مش مشاعر. حتى يعني التري اف كبس. يمكن انت شايف انه عاجبك وهو متواصل مع الناس. ولافت نظرك شيء عالمواقع التواصل او في العمل. اذا انتو كنتو مع بعض في العمل. او اه اذا انتو كنتو في زواج. انت شايف ادخل طرف اخر في حياتك. محفوا بسوط يا جمع شوية تعبان. اه فانت حس انه اه دخل طرف تاتة اه بينكم. احتمال انه يكون بيحتفل مع الاسرة. انت شايفه بيحتفل مع الاسرة في زواج عندهم. في خطوبة عندهم. اه عقد القران عندهم. اه في شيء عندهم انت شايف انه فرح وانه وبصوته. الاسرة حواليه او متجمع مع الناس او مع اصدقائهم. اه بيطلع بيصهر. مسلا انت مراقب فكرة. انت بتلق فيه بس مراقبة بنفس الوقت. وحسك ان انضاطك انت زي مش مغيوز. زي معارض. حسك معارض. انتك معارضة. هيك. اعمل معارضة. سوء الان بتير. بتير. جدا جدا. وهو بتتفرج عليك يعني عالسوشيال يعني اكتر ايش مراقبة. عاملك اه ابراج مراقبة. وهو بحبك جدا. لانه بحبك جدا هو براق فيك. طيب خلينا نشور. اصدقائهم. يدخل في كل تاني نصيحة. توجيهنا عالسوشة في القرؤة. ايه هم بيحكو لك ملاك الروحة انا معك في وقت الحاجة لمساعدة قلبك على الشفاء مش بقولك انت شوي يعني يمكن انت بتحاول تحمي قلبك يعني كأنك حاسس ان هذا الشخص دخل طرف بناتكو فانت بتحاول تحمي نفسك لكنك فيك حاسة انه انت زي مش مجلوز ماخد الامور بجد بشراسة ملايكم بحكو لكم بيساعدوا فيه انه كشف قلبك ملايك الراحة يعني بيساعدوا فيه ملايك الراحة ملايك الراحة في86 ملايك ارهاة فلوريتي غزل. ايه مت طاقة المنورة للاخرين. يعني بدتك تطلع طاقة منك. لازم تسوي شفاء لقلبك. انت شكلك موجوه في برج العدلوب. او انت بدك شفاء او مبلش في الشفاء لان انت في كامل قوتك. لكن مش في الشفاء الكامل. يعني انت لسه في السبع سورنجوت. انا حاسس انك انت يا برج العدراء زي بدك هذا الشخص لكن نفس الوقت ترفضه. يعني عندك رفض وقبون. كأنك بدك هذا الشخص لكن بدك ترفع برضه الحدود. زي بدك هي بترشية. هون بيحكو لك ان هاد يمكن انه اختبار فقط قابلت بالفان شريك الرومانسي اللي تتبحت عم. كمان يكون هذا الشخص جديد وانت بتراقب فيه. وخايف انك تئزي قلبك لما في دي مكان انت لسه مش متشافي من علاقة ايه قديمة. هيمكن انت بتحاول انه تاخد لنفسك اه واقفة مع نفسك. انك انت لسه لسه يمكن بتشفى ابك من موضوع اه اخر. او من ماضي اه انت مرأت فيه حسنا انه كان قاسي عليه. وانت بتراقب هاد الشخص هو معجب فيه يمكن هذا الشخص جديد. احتمال وهو بحاول انه يلفت انتباهك يمكن عمواقع التواصل يمكن يحتفل في العمل عندك اه يحب لفت انتباهك انه في العمل انك تشوفه. هو الاعم لانه حس نفسه ان حبك فجأة. احتمال انه هادا مش ماضي جديد. شخص جديد فيه حياتك يا برج العدلوق البعض منكم. اذا كانت شخص اه من الماضي اه فانتو فيه اختبار الحب. اذا فيه انتصال بنيتكو او اي اشيء اخر. طيب. الشخص هذا حاليا فيه طاقة الصراحة والوضوح. وحس انه فيه شوية غضب. لانه زي فيه شيء مش قادر يوصل له. كانه بحس نفسه انه بوصل لشيء معين. وفجأة بحس حالا انه برضو موصلش للبديو هي. يعني بيتسلم وبيجي بحاول انه يوضح نفسه ويظهر ويعمل شغلات انه يقدر يخد طرف الخيط. لكن برضو بتفاجأ انه ما اخدش ان الخيط ولا اي اشيء. بتفاجأ انه اخدت اشيء مش مش صحيحة. يعني مسلا بيجي عليك مسلا وبيجي مسلا بيحكي لك مسلا انا بدي اربط وانا مفكر فيه زواج. وفجأة انت بتقول له طب ما تربط يعني انا ما عندي شيء يعني ليش بتحكي لي مسلا. وبفكر انه عمل هاي الخطة بياخد منك شوية كلام وانت بتحب تقطع معي او بتعطيه شغلة اه يعني ما بتفيده. ما بتخدمه او بتخدم هاي العلاقة. هو حاليا ايه حس انه فقط فيه الشيء. لانه هو معجب فيك وكاس الحب متجه اليك. هو حبك اذا الشخص. لكن هو حاسس انه بدي يتسلل كتير طاقته وحساسه انه بدي تسلل كتير ليقدر يوصل هل انت بتحبه او معجب فيه. تمام لهذا الشخص براس جديد. مش من الماضي. هلأ امين شو في ظن الماضي بحبه. عفوا. فالشخص هذا اه عبالة يوضح اشي لكن طريقة اه طاقته انه بده يوضح ويحكي ويطلع يلفت انتباهك او انتباه الاخرين حواليه. لكن بطريقة مش هو الشخص رخصيته هو. طريقة تسلسل. اه بترك ملتوية. يعني يدخل من الباب الوارد مش من قدامه. يعني من الباب اللي بيجي لغرفة تانية لحتى يوصل الصالة والمطبخ وشياء هيك. عمدي يلف ويدور. ويك اعتقده ان هيك الاشي بتوضح له. لانه هو جاعة لانه او بتقطع او تركيزه انه بده شيء يتوضح له. بده شيء يتوضح له. لو بده يلفه يدور. او هو احساسا انه هو واضح وانت بتلفه يدور ومش معطيه الصافي. هو حسس حالا انه بده الصافي. طاقت انه بده توضيح. وبده تترف. وبده خلص احكي مشاعر كلاتها. بدون يلفه دوران. هو حس انه في لفه دوران. او هو بده يلفه دور عشان وصل لطرف خيط معين. من شيء معين. منك. من عمله. اه هو عمله يمكن هو محير في فنان. وهو مشهور ع السوشيال ميديا. او هو مسلا شخص ممثل. ومتعد الشخصيات. وهو ظاهر على السوشيال. احتمال هو فنان. وبظهر على السوشيال. باحتمال هو كمان اه. احتمال هو ا. وهو يعني انا شايف انو هو في طاقة البيت. واضح. او بعمل اشي واضح. او شغلة عالمي. شغلة عالمي. هيك هو في الطاقة هاي. بس هو حس انه بديوصل لشيء معين. في شيء معين ان شخص ديوصله. طيب. او يمكن هم بدور على غزة. بيجي بلفوا جدور زي ما حكيت لك عشان يدور على غزة لبناتكم. اي مشاعره من ناحيتك. هو بيتش هو بيتش مشاعره بيتش لكن هو شايفك انك انت متجمد. والشخص ده معجب فيك جدا يمكن عرض عليك الحبات الشخص. وشايفك انت متجمد وما تحركت مشاعرك. فصار بديو يلف ويدور عشان يوخد توضيح لنفسه. هل انت بتحبه? هل انت معجب فيه? هل انت جاد معاه? وهو شاف انه بديو يلف ويدور شوية معاه. هيقدر يوصل لمشاعرك. لانهو عارض عليك الحب لكن هو شافك انك انت متجمد. مش معطيه يعني مش معطيه لحق ولا باطن. وشافك الشاعر انه انت بتطلع على الطرف عينيك. بتحكي له بالله يعني عن جد. انت بتحكي هيك. طبعا شوية عمل مسما. يعني ما ياخد الامور شوي بجدية استهزائية. يعني كانت مستهزئ في الموضوع. وهو جدي وانت شوي. لان برضو طاقتك انت يعني بتحمي حالك من هذا الشخص. وهم بيحكوا لك ان اش في قلبك. فانت بتطلع عليك بانه انه انت شخص ناضج. ما رأت بعلاقة قبل هالمرة. مش مستهزئ لان انت مثلا حاس ان الشخص التافه لأ. انت حاس انك انت ناضجت. وهو شافك انه انت ناضج. يعني ويمكن مرأت بعلاقة قبل هالمرة. وخلتك انك ما تقدرش تصدق اللي بيقدم لك كاس الحب. فانت بتكي تشوف مشاعره هل هي صادقة او لا. بس بدك تبين له انك انت جامد. انك معجب في انت. وشافك هيك انت جامد. ومتعصب شوي نوعا ما. احتمال انه على فكرة انت تكون اكبر من اسمنا. وتكون انت كنت مستقر في زواج او مستقر. في علاقة. واحتمال انت بترعى اسرة. وهيك هو شافك شوي بتضيلف ويدور حط يقدر يوصل لك. لانه هو شافك المتوازن. وشافك انت عارف قيمة نفسك. فكرة يا جماعة هاي الكراءة طلعت لعلاقة جديدة. مش من الماضي. مش حساسها من الماضي. لانه هو شافك انك انت شخص عنية جدا. ومحقق كل انجازاتك. او انت مستكفي بنفسك. يعني فاهم قدر نفسك. احتمال تكون انت قاعدة سوشيال مشهور. ومحقق كل نجاحات. نجاحاتك مسلا عن طريق الشهرة. والناس حوليك. لكنه شاف انك انت عندك انجازات. وشافك انه انت الامية تبعتها. وبحبك الشخص بحبك جدا 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 جدا. ومجادب لك. بطريقة كبيرة. هيدا الشخص شايف انه انت زي ملاك الحب. هابطت علي يعني مرة واحدة. نزلت علي. ومس شافك شخص عنية. وشاعر انه انت مستكفي بما لديك. ومستقر. ومش بحاجة عاملة. خليني طب نشوف ايه. ما هي. ف instructions. كيف نددى الشخص بوجه. في عمله. أشخاص يحاولون تسلل لعملها احتمال في صارقين في عملها هو بواجه فيها وهو واقف الحياة بواجه فيها أشخاص يحاولون تسلل لف دور مطاطل أنه كلها تفكيره وحبه وكله إلك تسلل لف دور مطاطة متجهة إلك ينفع عندها شوية عوائق في العمل ويحاول الحل فيها هذا الشخص يعني وارد كثير التوجيه ورقة الإنسانية إذا كنت تفعل ذلك توقف عن الإفراد في التفكير استمر في مواجهة الشمل الحقيقي które كنت تفكر فيه طريقة انت ردك ثقة متشكلك انت فيش عندك ثقة في الحب او في الاشخاص. مطلوب منك الثقة. ورافع الانسانية. رفع الانسانية. في المال انك انت متعصب شوي. شوي الرحمة عندك اختفت من علاقة سابقة. رح اشكنا لدي الشخص من الماضي. او لا ابو سلمش حس من الماضي. لانه شايفك الاستقرار. وقدم لك الحب لانه شايفك انه انت مستقر. وشخص ناضج. عقلاني جدا. يعني هادي نظرة جديدة. مش نظرة قديمة. مش اكتشف. لا هو حبك لانه شايفك ان انت مستقر. وعقلاني. و مش سهل انه ينضحك عليه. يعني كلمة الحب عندك لا تكفي. ولانه شايفك عنيد ومستكفي بنفسك. وشايفك انك انت راضي عن حياتك وراضي عن نفسك وعن شكلك وعن انجازاتك وعن كل شيء. شايفك شخصية قوية جدا. شو هي متصلبة الرأي. وشاف ان هاي الامية بنسبة الى. انت امية بنسبة الى. ان فيه كل الصفات اللي هو بحبها. الاستقرار الثقة في النفس. عملك كله على اكمله دائما موجود. شخص منظم ومرتب. اطب خلينا اشوف. لان انا شايف نواية. الناين. هوند. هوند. هنشوفوه. ممكن الشخص هذا نوعين انتلعب من التعب. شخص هذا بدو يطلعب من التعب. وبدو يعمل لك شفاء. لان هو بعرف انك انت تعبان. ما يعمل لك شفاء. شفاء اللي يقول انت مغلق على قلبك. وبتحاول تحمي نفسك. وعرف انك انت بتحاول تحمي نفسك وتجمد. انك انت بتحمي نفسك. ناضج. ناضج من الداخله من الخارج. لكن المدوجك هاد خليك تنسى المشاعر والحب. فهو بده يرجع يفتح لك التوقف سورد ويشفيك من اول وجديد. يعطيك حب ومشاعر. ويطلعك من الماين اف واند. لان خططة القادمة انه بدي يكرف الحبه. لانه هو كمان مشاعره او هو ادم لك كاس الحب. ولكن بيتش كان. فبعد هو زي ما حكيت لك. وانه بعيد اتسلم بحتى يفهم يقدر انه يفهمك. لانه هو مش فاهمك. انه انه انت ادم لك كاس الحب يمكن شوفته انت قليل بيتش صغير. فهو بده ييجي بالنيت. بدي يجي بالكبير. بمشاعر كبيرة. وهي يجي يوازن قلبك ومشاعرك. يرجع يفتح لتوقف سورد. لانه هو ادم لك حب فاشاعدك من تجمد. فهو لفه دار لفه دار عون لفاته وهلق بلفه بدور قاعد. عشان يعرفه شمالك. كيف يوصل لك. كيف يقدر يوصل لك. بدي اشي لانه هو زي حسس بالغضب. انه مش قادر يفهمك. مش قادر يفهمك. وشافت ان تسلد. تجمع. مع انه هي مشاعره من ناحيتك هيك. وليش مشاعره هيك? هاد الشخص حاول او بحاول انه يفهمك عشان هو بدي يجي في النيت. هو بدي يعرف شو تعبك من ايش انت اه بتزق في هاد الشخص. وبديك شعله وبتحب. لانه عارف انه في اشي وراهاي العصاية. وراهاي الدفع. اللي بتدفع اياه وتدفع الاسوار. فهو عارف انه انت مجروح وموجود. وبده انه يشفيك من كل الجروح. فبده بدل ما ييجي. وحس انه تقدم قليل اليك وانت مكانتك عظيمة. فهو بدي يجي في النيت. في المكان اللي طريقت فيك. هو حس انه قدم شيء صغير مقابل شخصيتك. يمكن انت شخص اه 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 لك سلطة معينة. شخص مسؤول. شخص اه قائد. اه مسؤول عن اه عمل. مسؤول عن اه مشروع. شخص روحاني جدا جدا انت. فهو بدي يجي اه يقدم لك الاشي اللي يليق فيك. وبحاول انه يبحث عن الحقيقة لكن بطريق ملتوية. عشان يقدر يوصل ويتوضح لي شو الاشي اللي بيخليك تدفعه عنه. تدفع اه تدفع اه تدفع هيدا الشخص عنها. ها قرأتكو حلوة يعني بس اه بس اه بس اه بس هادا الشخص جديد. هلأ رح اشوف هلوه من الماضي بس العلاقة هاي والشخص اده مفتقد للغزل. يعني اطلق اه طاقة الغزل. اطلقها عشان هيدا الشخص يحس انه في نتيجة من اللي بيعمله. وهلأ انت في اه اختبار في الحب. واقش في جروحك. الملائكي حواليك بتطمك انها هي ملائكة الرحمة انها هي بيتبعت لك طمأنينة في قلبك كمان. وبردو ارفع الانسانية عندك والتوجيه. يعني كني هيك شوي رحيم لانك شكلك متجمد. صح طيب بواعد لكنك شوي متصلة بالرأي. طب هل هذا الشخص من الماضي او جديد. ممكن كنتو في زواج. والشخص هذا اه بتو استمحلك الجروحك اللي اعملها فيك. احتمال. احتمال ان يكون اه شخص جديد اه يعني راقبت لفترة طويلة. وبعدين اجعل اعطبك كاس الحب. برضو مش ظهر عندنا هون الماضي او لا بس. بس ازا كنتو في زواج في هذا اه انتو رح تعرفوا ان الشخص كنتو في معاه في زواج. شخصة بدي عرف عملك. الان كتير بدي عرف كيف يوصل لك. يعني نفس طقطه كمان. نفس طقطه هون. نشعرك كيف يوصل لك هدا الشخص. بدي وصل لقلبك ونشعرك. الشخص هذا حاسس ان انت انغادرت قبل هالمرة. طيب هكذا من الماضي اعتقد يمكن انتو كنتو في استقرار في زواج. للبعض منكم. للبعض منكم لو العلاقه هاي كانت من الماضي لكن كانت اه يعني اعتراف صغير. يعني ما جملتش هاي العلاقه. ما كبرت. فلالبعض منكم اخدوها حصل يعني الصدق انتو. انتو عارفين يعني زهر شخص جديد او من الماضي. طيب خلينا اشوف الابراج. اه انا ما شفت اش ابراج. ما اين? اش ابراج هون? طبطق ما فيها ابراج. تطبطق نورية. وعند التوقوات نورية. برج الحمل الجوزاء. والقوس. برضى الحمل. وهذا بشوفه برضى برج الاسد. لانه اه هذا الكلب قيادي. او البرية او العظمة. برج الجوزاء والحمل. بس طاقات نارية هوائية ومائية. وهو جيد مشاعره. وهوائية وطرابية. وهين برج الحمل برضى. تمانيكم الشخص هاده برج الحمل. ان شاء الله تكون القراءة عجبتكو. لو سمحت زا كنت جديد في شوك انا اشترك فعلي الجرس ليبس لكم الجديد. لا تنسى ان تكون رأيكو في معافة الكروة.